تابعا هل المراقبة والتجسس على الأولاد والزوجة حرام لا الأصل التجسس لا يجوش شرعا لكن أن الواحد أصلا الأفضل أن نحن ربي أبنائنا على مراقبة الله عز وجل لكن أنا أشعر أبنائنا أننا في رقيب عليهم طيب لما يطمنوا أننا مش مراقب عليهم مش مراقبهم خلاص امتهت إنما الأصل أغرس فيهم أن الله عز وجل معهم أينما يكونوا ما يكونوا من نجوة ثلاثة إلا هو أرابعهم نعم وأغرس في أبنائي هذا الأمر أما الرقابة وإشعار أبنائي وزوجاتهم دائما تحت المجهر وأنهم متهمين هذا يفسد أخلاق الناس ولا يوطدها لكن يبقى الإنسان بين الرقابة غير المباشرة اللي هو بالتعاهم بالتربية ولكن ليس بالأسلوب الذي فيه تدخل وتطفل على خصوص الزيطين تمام جزاكم الله خير من الشيخ